موسيقى خلونا أقول لكم فقراتنا النهاردة اللي هنبدأها معاكم بفترة عن بداية الأوكازيون الصيفي والتخفيضات الكبيرة على اللبس الصيفي اللي ممكن نشتريها من الأوكازيون بسعر مناسب هنعرف مميزات الأوكازيون وازاي نقدر نستفيد منه ونعرف كمان التخفيضات المهمية وغيرها كتير من التفاصيل من دفتنا الأستاذة سماح هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجهسة عما فقرتنا التانية فهتكون دفتنا فيها الأستاذة أسماء عبدالله الفاشن ديزاينوري واللي هتتكلم معنا فيها عن الملابس أو ملابس الملابسات الكبيرة أو البلاس سايز أو الكيربي زي ما بيسموها هنعرف منها إيه هي الموضة في الملابس للمأسات الكبيرة وازاي أي حد محتاج لبس مأساته كبيرة شوية يقدر يختار وينسق الملابس بتاعت ويلاقيها فين وليه بزيت المشروع ده اللي قررت بتاعت يعني تعمله في عالم الأزياء عما دلوقتي فهنروح معاكم عشان نشوف أبرز التانز والموضوعات اللي بيدور عليها مصريين على السوشيال ميديا ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة 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 كل ده هيتغير مع زيادة المدن الجديدة ومع اجتمال العاصمة الإدارية الجديدة طبعا وهيني طبعا مشاكل كتير تسبب فيها التجدس زي الزحام وقلة الموارد وقلة فرص العمل وغيرها كتير تفاصيل اكتر عن المدن الجديدة وستراتيجية الدولة في التوسع فيها وبناء مجتمعات سكنية جديدة متكملة هنعرفها من ضفنا على الهاتف دكتور اسامة السعيد أستاذ الابتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا صباح الورد على حضرتك صباح الخير 8 وصباح الخير على كل أهلنا في مصر جميعا وكل سنة هم جميعا بخير أهلا بحضرك عايزين في البداية نعرف من وجهة نظر حضرتك وبعد التقرير اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي أهمية المدن الجديدة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وطبعا تقليل التكدس الرهيب اللي بنشوفه والزحام وغيرهم هي الحقيقة المدن الجديدة بالفكر اللي أقيمت دين أصبحت وتحولت من وسيلة لحل مشكلة مزمنة إلى مجتمع حضاري يأمل العديد من فئات الشعب إلى الإقامة الحضارية فلو كنا شفنا المدن الجديدة مش بتتعمل بنفس الفكرة بتاع مدن الجيل الثاني أو الثاني لا مدن الجيل الرابع والخامس وعشان كده بتلاقي المجتمع الحضاري الجديد صحيح النسبة أنا متفق مع حضرتك إنها نسبة منخصة أربعة في المية ولكن مين هم الأربعة في المية؟ هم دولة اللي استشعروا قيمة الجهود اللي عملتها الدولة بهذه الأماكن الحضارية الجديدة لما مجتمع متكامل مجتمع متخطط صح في كل الوسائل اللي ممكن تخلي تبقى جاذبة مش عملنا بيوت وبعد كده بندور لأهلها على أماكن للعمل لا ده المجتمع الجديد فيه إنعكاس الميزة النسبية للمكان وتحولها الميزة التنافسية الصنعة أو الحرفة أو الوظيفة موجودة جانب المكان الجديد اللي احنا بنتكلم فيه ده محتاج وقت برضه عشان يتعامل ولكن الزكاء السكان هو اللي يقدر يعرف قيمة المكان الجديد بدر عن غيره يعني النسبة لراحت أربعة في المية تروح بتكلفة معينة منخبضة شوي إنما لو إحنا بنتكلم في 15% النسبة بتاعة من 14% ل15% هتتكلف أكتر لأن معروف اللي بياخد قرار بدري ده استثمار وإنخفاض فيه التكاليف عليه إنما اللي بيروح متأخر بيدفع تكلفة أكبر دي نقطة النقطة التانية هي إن إحنا في الأماكن الجديدة دي بننشئ فيها فرض متعلم صح بيمارس سلوكياته بشركة بطريقة سليمة يعني فيه مكان بيركن فيه العربية تحت مش بتخانق معه جاره على مكان للركنة ابنه بيلعب فيه ملعب صحي مش بيلعب فيه الشارع مدرسة زي مدارس سيستيم والمدارس الجديدة والمدارس الإعبائية دي فيها طريق التعليم طب أنا هاخد من كلام حضرك يعني لو إحنا هنتكلم بالتوازي عن الاهتمام بتوفير الخدمات والبنية التحتية في المدن دي وإزاي ده بيشجع المواطنين إن هم ينقلوا ليها يعني زي محركة تلسة بتدي أمثلة يعني عايزين نكمل ونتكلم أكتر في النقطة دي إحنا بنتكلم في نفس النطاع إحنا لما بنيجي نتكلم بنتكلمش على القاهرة بس آه ممكن القاهرة تكون درجة حدة المشكلة زي ده في أفضل بس إحنا لما نشوف مصر كلها بتزيد حوالي 2.2 مليون إن دولة تضاف إلينا كل سنة آآ دي مشكلة المشكلة دي على ربوع مصر كلها لو ضفنا إليها ضيوفنا من الدول العربية اللي عندهم مشاكل ونسبتهم ونسبة الزيادة فيهم هنلاقي لا إحنا عايزين نتكلم بشكل مختلف تماما آآ آآ لما نيك نقول القاهرة آآ القاهرة كانت نقطة جاسب لكل البلدان اللي حواليها واللي نفع المصالح فيها فرص العمل لكن لما نقول نشوف هاي هي تنمية الصعيد دي بتخفض نسبة اللي اللي يعيد أقامتهم من الصعيد للقاهرة فبيتوطنوا ناحية المشروعات القومية الكبرى إنك تتدخل في إعادة توزيع السكان بطريقة تخليهم يلاقوا فرص عمل مغرية في أماكن تختارها الدولة زي المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الجديدة المدن الجديدة وسائل الترفيه وسائل التعلق وسائل التنازل كل ده هو المجتمع الحضاري أو الأمراني اللي ممكن يكون جازب لفئات الشعب كلها البصرة كلها مش رب الأسرة بس هو اللي بيروح المكان ده أكيد طب خلينا نتكلم أخيرا عن نقل الوزارات والحياءات الحكومية العاصمة الإدارية الجديدة ده هيخفف برضو إزاي من التكدس؟ بص حضرت اللي يشوف العاصمة الإدارية ويشوف الحي الحكومي والحي الأعمال يحس إن احنا كل شيء حاجة معمولة صحة بتحملي منطقة في صورة ندينة أو عاصمة إدارية من مدن الجيل الخامس في منطقة حيوية يتحقق فيها متطلبات الأمن القومي الوزارات بتنقل عشان تكون هي دقمه الوزير لما يروح المنطقة دي وكيل الوزارة لما يروح المنطقة دي أي حاجة هتكون محتاجة تعديل، توضيب، مد هتتعمل فيبقى من السهل إن الأسر بعد كده تنتقل سواء أسر اللي بيشتغلوا في الوزارات دي أو المناطق الجهات الحكومية اللي هتبقى نمرة كنين في عملة النقل زائد مجموعة الخدمات دي يعني بنلاقي مثلا مدينة طبية هناك جدا يبقى معمولة بطريقة جديدة، بفكر جديد التخطيط الحضاري إن يكون فيه نهر أخضر مريح للعين ولو ما كانتش معمولة بطريقة مختلفة تماماً ما كناش هنلاقي إن سعر المتر اللي هو بسين بقى بعشر ثلاث سين فالنقلة دي هي نقلة نقلة فكر، نقلة رؤية جديدة مش بس النرقادة السياسية، من الأحلام اللي كانت بتتحط ويبقى في صعوبة على تنفيذها على الأرض لما وفرت الإرادة السياسية للتطبيق الجاية دي هتخلي مصر إن شاء الله خلال هذه السنوات اللي جاية منطقة جذب بتحكسها المؤشرات يا فندي يعني لو إحنا مش مش شغالين بطريقة سليمة وسلمة جدا ما كانتش مصر تيجي نمرة واحد من ناحية جذب الاستثمارات في المشروعات متفوقين على دول منافسة بدأت في المجالات دي من عدة سنوات فأنا متفاقل جدا إن شاء الله إن القاهرة سواء الحضارية بعد ما نتخفى الضغط فيها أو القاهرة الجديدة أو الامتدادات في العاصمة لا بيها هتبقى منظومة جميلة جدا سواء في الجانب الحضاري أو التاريخي أو التفريدي اللي كان موجود أو الجديد كلنا متأكدين من ده مش بس متفاقلين وبنشكر حليك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة جمعة بني سويف سابقا نشكرك شكرا جزيلا خلينا نروح دلوقتي نتطمد مع بعض على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونرجع لكم مرة تانية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور بسام الشماع صباح الورد على حضرتك صباح الورد عليكم وخلينا نقول لكل مشاهدين هيرو نفر بالهيروغليفي تحية بقى هيروغليفي بما نحن نتكلم عن مصر القديمة هيرو يعني نهار او يوم ونفر يعني جميل يعني الهماع لليوم او يوم جميل هيرو نفر يا فند اشتركوا في القناة اتكلمنا حضرتك عن ملابس قدماء المصريين في الصيف اولا اشكركم جدا على انتو فتحتوا الموضوع دا دلوقتي اللي انتشر في اللونة الاخيرة على الفيسبوك والانترنت ان المصر القديمة بيظهرش على جدران المقابر والمعابد الا وهو يرتدي فقط بالنسبة للرجال يرتدي فقط النقبة او الجيبة الزغنونة دي اللي معمولة من القماش الخفيف وبالتالي هو طول الوقت في حالة صيف وهو طول الوقت في حالة حر وهو طول الوقت في حالة ارتداء ملابس خفيفة هذا الكلام خطأ جدا 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 يوجد مناظر للمصريين القدماء وهم لبسين شتوي وحديكم مثال لهذا يوجد مقبرة في البر الغربي من الأقصر والمقبرة دي لرجل اسمه المنتمي الى الغرب هو اسمه كده اسم الترجمة بتاعت اسمه كده وبهذه المقبرة مناظر ملونة لناس بيرتدوا لبس شتوي دان ادي واحد اتنين في منطقة عندنا في مصر اسمها الترخان الترخان دي حوالي 45-50 كيلو 45 او 50 كيلو جنوب القاهرة فيها عشرات وعشرات المقابر تم اكتشاف فيها فستان معمول فستان مصري قديم يرجع لتقريبا للأسرة الأولى فاعتبروه في انجلترا العلماء الكبار منها بتوع المصريات اقدم فستان في العالم واطلق عليه فستان ترخان للاسم التسمية بتاعت المنطقة اللي هناك ومعمول من الكتان ومعمول من كم طويل 58 سنتي وكان سلم فت الفستان ده كان لفتاة مراهقة صغيرة او سيدة وجسمها نحيف ومعتدل بشكل كبير جدا اذا فستان بكم طويل يعتبر اقدم فستان في العالم وعايز اقول لكم دلوقتي العالم كله بيعمل حاجة اسمها فستان ترخان وهو اصلا مصري يرجع الى الاسرة الأولى يعني اقدم فستان في التاريخ اذا المصر قديم عارف اللبس التقيل وعارف اللبس الشتوي هذه واحدة اتنين المصر القديم قسم السماء الى تلات مواسم موسم الآخر اللي هو الفيضان موسم البرت اللي هو بتبدأ المحاصيل بتبزغ فيها كده المحاصيل تبدأ تظهر موسم الشمو اللي هو الحصاد وبالتالي عارف ان فيه وقت سائع وفيه وقت برد وفيه وقت هتبدأ المحاصيل تبزغ فيه وإدد لكل موسم اربع شغور يبقى فيه تلات مواسم في السنة يعني اثناشر شهر مش اربع مواسم زينا هذه نمرة اتنين نمرة تلاتة اقول لكم بقى على نص طريف جدا لحكاية الحردة في بردية عندنا مشهورة في مصر القديمة اسمها بردية وستكار بردية وستكار دي بتبتدي بان الملك ملك سنفرو هذا الملك العظيم الملك الطيب وهو بالمناسبة ابو الملك خوفه الملك سنفرو هو مؤسس الاسر ربع احنا نتكلم من اربعة تلاف ومسمائة سنة او اكتر والملك سنفرو هو صاحب اول هرم شكل هرمي صحيح في التاريخ يعني اول شكل هرم زي ما انتم كنتوا عارفين الهرم مش خوفه لا بابا سنفرو في منطقة داشور الملك ده بالبردية دي تقول لنا النص ان كان الملك سنفرو يطوف في القصر كان عمالي لفة في القصر كده في مختلف حجراء قصره الملكي كما يقول النص بحثا عن ايه بقى بحثا عن مكان رطب اي مسلي يبقى بالنسبة لسنفرو من اربعة تلاف سنة ونص تقريبا كان المكان المسلي اللي عايز يقعد فيه في القصر بتاعه هو المكان الرطب اللي هو اللي فيه هوا حلو او يقول لك يا عم ايه رطب على صدرك اشرب حاجة رطب على نفسك رطب اقعد في حتة رضبة اقعد كده في وسط الحر فاذا المصر القديم عرف الساعة وعرف البرد وعرف الشتا وعرف اللبس التقيل وفي نفس الوقت برد وعرف الحر طب تعمل مع الحر ازاي تعمل معه اكثر من طريقة نعمره واحد عنده مراوح المصر القديم برع في صناعة المراوح المعمولة من كل حاجة لدرجة انك لو رحتوا المضحف المصر في التحرير في ثوبه الجديد بدعو كل الناس انها تروحوا بقت تحفى في سيناريو العرض الجديد اللي عملوه وطلعت الدور الفؤاني ورحت بجانب اثار توت عنخ ايمان اللي حتب انسميت وتعنخ ايمان هتلاقي في حتة مروح عبقرية ترجع الى الالف وتلتميات قبل الميلاد معمولة من ريش النعام تخيالي ريش النعام تقولي لي ايه ده يا رسان ريش نعام من 3 تلالة بس كان حد لازم يوقف بيها ويهوي بيها ولا لا لا دي ريشة دي ريشة يد اه دي ريشة يد زي اللي انتو بتمسكوها كده ونشوفها في أفلام زمان كده ومسكوها كده ودلوات في بعض السيدات ما زال بيستخدمها تدي ريشة يد معمولة من ريش النعام فده كانت دي كانت للملك ممكن يستخدمها بيده او للملكة لان برضه عليها اسم الملك لكن دي ممكن تكون برضه للملكة في نفس الوقت وطبعا فكرة ان ريش النعام يعيش 3300 سنة دي عبقرية بنتكلم عليها في مدخلة أخرى لكن عرف المراوح وعرف الفكرة وبالمناسبة كان فيه تايتل او لقب هام جدا في البلاط الملكي اسمه حامل الريشة او يعني ده كان شغله ده رهيب وعلى فكرة ده مش شرط انه هو يبقى حامل الريشة حامل الريشة وقف كده عمالي يعمل جزا الأفلام لا ده ممكن يبقى حامل الريشة ده تلقب لواحد مهم جدا في البلاط يربو الى درجة عالية جدا بجانب الملك يعني لدرجة ده اللي يديك الانتباع بإيه بإن اللي كان بيجلب الهواء الرطم للملك كان بيعطى لقب عادي ولو انت عايز ولو انا عايز اقدرك وعايز ارفع من شأنك في البلاط الملكي اديك اللقب ده رغم انت ممكن تبقي مش بتمسك المروحة وبتجيب لي هوا لكن ده لقب لك علشان تقديرا يعني بالزبط همية ان انت تجيب هوا حلوة للملك طب احنا كده عارفنا من حضرك ان هما كانوا بيستخدموا الكتان في لبسوهم وطبعا احنا عارفين ان هما كانوا بيستخدموا القتن طيب هل كان فيه اي ماتيري التانية بيقدروا يستخدموها في لبسوهم واحنا ما نعرفهوش مثلا هو الماتيري التانية انت عندك طبعا كان فيه الماشية في مصر القديمة وكان لها باع كبير في الحياة اليومية المصرية فهو استخدم الجلود والقماش واستخدم الشعر بتاع الماشية في انه هو يصنع الحاجات اللي حيرتديها وكده وما تنسوش ان قبل ما يبرع الانسان عامة والمصري خاصة قبل ما يبرع في حتة الكتان لان المصر القديم هو اول بناء آدم على وجه الارض برع في الموضة بتاعت اللبس يعني مش فكرة بس انه هو بيعمل فستان كتاني لا ده انت لو شفت فستان ترخاندة هتلاقيهم تشكش من فوق من عند الصدر من اعلى يعني فيه ديزاين فيه فكرة لا لا ديزبران يعني وفتحة السبعة من الورا من القفة من ورا كده من الظهر من ورا فيه فتحة السبعة وقدام في العنق فيه فتحة ال V شايف او شكل V حرف V بالانجليز يعني رقم السبعة يعني هو بدأ كمان يعمل ديزاين ويعمل تصميمات لهذه الملابس عشان تواكب واحد الجو اثنين الموضة ثلاثة عدم التكرار لان المصر القديم كانش يحب التكرار كانت مال يحب يضيف الحاجات نرجع مرجعنا بسؤالك ايوه هو استخدم يعني أجل حتى الكتان ولو احنا رجعنا لحتى حضرات ما قبل التاريخ هتلاقي لا هو اكيد طبعا كان بيستخدم هذه الاقمشة وهذه الشعور يعني الشعر وبعد كنا بتشوف برضو بعض الجلود للحيوانات المفترسة مثلا برضو في الجداريات يعني يعني لو انت عند الجموس نهري مثلا يعني النهر المعروف بان به حيوان جميل يعيش على أطرافه وفي مياه اسمه الجموس النهري الوطر بافلو الوطر بافلو ده جلده طحفة مثلا يعني فلو انت عايزة تستخدميه أصور ما قبل التاريخ آه ممكن تكون ما عملتش القماش اللي هو العالي قوي لكن ده في اكتشافات تدل على ان المصر القديم حتى قبل توحيد القطرين يعني حتى قبل نعر مر وقبل الهيروغليفي وقبل الأهرامات وقبل المثالات كان بيحافظ على نفسه وبيحافظ على عائلته بان كان الأردية او فكرة التغطية كانت بالنسبة للمهمة جدا عشان كده لما نزل من زمان خالص من آلاف السنين لما تروح يميك كيلو غرب أبو صنبل هتلاقي فيه اكتشاف حصل القرن اللي فات وحيال الابتشاف ده لسه مش واخد حقه قوي رغم ان احنا نكلم عليه اكتر من مرة في التلفزيونيات عندكم لكن برضه نحن عالميا الابتشاف ده اخد حقه بشكل كبير جدا حتى اسمها نبتا فلايا نبتا فلايا ده مئة كيلو غرب أبو صنبل لقوا مديرة قطرها أربعة متر ده معمولة من الأحجار الصغيرة وبها رس للأحجار بشكل معين لما درسوا الرس ده لقوا ان الرس ده وات بيوصل الى مكان شروق الشمس في السماء احنا بندعو حضرتك الحقيقة حركة نورنا هنا في الستوديو ونكمل كلامنا باستفادة بفقرة طويلة كده نتكلم فيها ولانه كلام يعني في الحقيقة في الموضوع ده ممكن ياخد مننا مدخلات ومدخلات وحلقات فاحنا الحقيقة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سريق دكتور بسام الشماء وان شاء الله هنستضيف حضرتك هنا ونتكلم بشكل مفصل اكتر طيب خلينا نروح لموضوع تاني وهو انه وحنا في عيز الحر برضو الموجة الحر الصعبة اللي بنستخب منها دي فيه موسم سياحي شغال حاليا وفيه حالة انتعاش وهو موسم السياحة العلاجية في واحد سيوة وهو الموسم اللي بيبدأ من بداية شهر يوليو وبيستمر لحد نص شهر سبتمبر عيون المياه الكابريتية وهي بتساعد طبعا على علاج بعض امراض العزام وكمال الامراض الجلدية المتخصصين بيقولوا ان حمامات الرمل دي دي هدور في علاج امراض زي روماتيزم وروماتويد والام المفاصل وتنشيط الدورة الدموية وامراض الرتوبة وان السباحة طبعا فيه عيون المياه الكابريتية بتساعد فيه علاج عدد من الامراض الجلدية وعشان كده بيجي المنطقة دي عدد كبير جدا من الزوار سواء في مصر او من برا مصر خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الدفن في الرمال والمياه الكابريتية من ضفتنا او ضفنا على الهاتف الاستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة صباح الوردة على حضرتك صباح الياسمين وصباحك ياسمين على اسم بنتي ياسمين والله صباح الوردة على حضرتك وعليها طبعا طيب خلينا في البداية نعرف من حضرتك برنامج الرحلات الخاصة بالسياحة العلاجية بيكون كام يوم وتفاصيله ايه هو طبعا برنامج السياحة العلاجية ده تفقد للمريضة نفسي يعني فيه هو انما الطبيعي هو بيتم الدفن موت الثلاثة ايام وفي بعض الناس بيحتاجوا ثمان ايام وزي ما حضرتك قلتي ان الدفن بيبقى بدء من شهر ستة لشهر تفع هو ده الموسم وبعدين ما بيبقاش في اي مكان يعني بيبقى منطقة اسمها جبل البكور لان هي فيها تعامل الشمس بيبقى مختلف في منطقة مرتفعة لان انت عارفين واحد سوى هي بتنزل عن صفح البحر بـ 22 متر فدي منطقة مرتفعة ففيها تعامل للشمس والرملة بتاعتها رملة خبيبات وخشنة فعشان كده المنطقة دي هي المنصوح بيها في الدفن يعني مش في اي رمال هناك يا فندم لا مش في اي رمال لان انت عندك بحر الرمال اللي هي شم في الدفن مثلا يعني بيتعمل فيه سفاري فهي منطقة جبل الزطرور ده هي واللي بيبقى عايز يعني يعمل دفن في جبل الزطرور بيبقى رايح هناك فيه ثلاث دك أسبوع أو فيه أكثر من دكتور بيبقوا مختصين لللي محتاجهم وبعدين بيبتدي حكاية الدفن في الرمال ده هي بيبتدي ثلاث تيام موجود في المنطقة فيها الرمال بيحصل ان هو بيبتدي من ستة صبح المختصين بيجهزوا الحفرات بتاعة الدفن لعدد الناس اللي مفروض حاجزين معاهم الساعة تسعة بيبطرهم وبعدين بيودوهم على منطقة الملحات لان برضو هناك منصوح بالعلاج بتاع الصدفية اللي هي بعض الأمراض الجلدية كمان منصوح بها هناك بعد الملحات بيرجع ثاني بيبتدوا يتفنوا على الساعة واحدة الظهر يتفنوا واحدة الظهر الدفن بس بيتفنوا الجسم كله في معادة الرأس بيحصلوا عليها شيء يضلل عليها عشان الشمس ضربات الشمس أو كده بعد كده بيقعد بالضبط يعني بدءا من عشر دقيقة لتلسة ساعة أقصاها يعني عشرين دقيقة أقصا حاجة بيقعد مجفور الرملة بعد كده يدخلوه جوه خيمة بيقعد فيها تقريبا ما يقرب من النصف ساعة أو طبقا للوقت اللي هم بيحددوه بعد ما بيخرج من الخيمة دي بيلبسوه بلتو هذا البلتو بيبقى يخضوا معاه للقوضة بتاعته وينام تقريبا ساعة ونصف ففي البلتو ده بيعرق كتير جدا ودي صبعا يمكن ده برضو هدف من أهداف الدفن في الرمال اللي هي خروج السموم من الجسم عن طريق العرق يعني وطبعا في أثناء انهو ما بيتنوه أو بعد ما بيطلع الخيمة بيتدوله مشروبات زي الحلبة واليانتون والنعناع وقبل ما يمشي بعد ما بيخلص رحلة الدفن بتاعته بيبقى لازم يعملوله مساج لجسمه بزيت الزتون والخل على أساس بتفقى مسام جسمه كلها مفتوحة فما يمردش لما يرجع ياخد سوبيس أو ياخد أي مواصلة أو ياخد عربيس ويرجع فما يبرد طب بيكون المندة يعني كم يوم مثلا أنا بقيلتك سأقولك أنا لا أنصح بس برحلة الدفن اللي هي تبقى ثلاث تيام فبيبقى بياخد مثلا ثلاث ليالي أربع أيام أنا أنصح إن اللي عايز يروح سوى دي فرصة عظيمة جدا زي الصور المعروضة والجمال بتاع معبد أمون وبتاع الأشيال لأن انت عندك هناك في سوى كان كل أهل سوى كانوا ساكنين في قلعة ما قلعة شالي وقلعة شالي دي اللي كانوا عايشين فيها أيام ما كان أعدادهم بسيطة لما أعدادهم زي 33 ألف طبعا تركوا القلعة ونزلوا وعملوا المدينة بتاعة الواحية يعني عندك هناك في سوى لما الواحد بيروح عنده حمام في لبطرة شايف بحيرة اللي موجود في الصورة دي دي بحيرة اسمها بحيرة منها الباردة الفحيرة دي موجودة في وسط الصحرة وشايف السفاري والعربيات اللي بتطلع الجبال وتنزل الجبال وشايف الواحة الجميلة في مخلها البلح اللي بتكليم سوى لا يمكن ينسى ده غير ان احنا عندنا هناك مناصق أثرية فرعونية رهيبة يعني خطيرة جدا زي معبد المعجزات معبد المعجزات دوت كان مفيش فرعون غير لما يروح يسأل عن حياته وانت عارف ان دائما الانسان بيحب يشوف ايه اللي مدئول و ايه اللي جاي فكانوا يروحوا يسألوا وطلع منها اللفظ اللاتيني اللي هو بيقول ايه فتريدي بسنون موريري هتروح وهترجع ومش هتموز بمعنى انك انت هتنقصر وفي هناك معبد تاني اسمه معبد امون ده المعبد اللي تم تعميذ الاسكندر الاجبر فيه كفرعون مصري لان الاسكندر الاجبر لما جيه مصر حكم مصر كفرعون فجيه مصر فقال لك لازم أقوم مصر كفرعون لأن الأستاذ ذاته كان أريسو أريسو اللي تعلم الفلسفة وتعلم العلم هنا في مصر هو الأستاذ اللي علم اسكندر الأكبر وأول دروس ادهاله عن مصر فلما جي مصر قال إن الإله آمون تحول طولها شعبان وجه إلى أوليمبيا وتزوج من أمي وأجبني فأنا فرعون من ابن إله فتم تعميده في معبد آمون في سيوة وده من أهم المراحل الحياتية في حياة اسكندر الأكبر وعندنا هناك جبل الموتى جبل الموتى دي كمية مقابر فرعونية تعود إلى العصر الفرعوني والروماني واليوناني جميلة جدا منها مقبرة إتماع مقبرة آمون وده مقبرة فيها النقوش ما زالت جميلة وظاهرة وعندك بعد كده إن البناء آدم لما يأخذ الرحلة زي ما احنا شايفين الدفنة هو يسيبوا الرأس بس هي اللي متغطية والجسم مدفون في الرمال على الجهازة وده حاجة بتبقى عظيمة جدا وفي بعض الناس وناس مشهورين جدا 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 بيروحوا سنويا يعملوا الرحلات طب احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على المعلومات القيمة دي عن سيوة وعن البحات وطبعا عرفنا من حضرتك إنه الرحلة مش بس طبعا بتقتصر على العلاج ولكن فيه معابد كتير قوي هناك نقدر نروح نزورها وفيه حاجات طبيعية كتير قوي نقدر نستمتع فيها احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الأستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة بنشكرك شكرا جزيلا خلينا نروح معاكم دلوقتي نشوف حفل افتتاح مهرجان السيف الدولي للفنون في دورته العشرة واللي بتنظمه مكتبة الإسكندرية خلال فترة من 3 أغسطس والحد 1 ستمبر إذا جاي بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها الحفلة طبعا كان فيه حضور لفرقة مصار إجباري على المصرح المكشوف وكمان هيشارك فيه الموسيقار عمر خيرت والموسيقار هاني شنودة والفنان علي الحجار والفنان هشام عباس والفنان دينة الوديدي وغيرهم من الفنانين والفرق كمان تعال نروح نشوف مع بعض الافتتاح ونرجع معاكم بأول فقراتنا الحورية استنونا المهرجان السنة دي متميز بعدد كبير من الفرق الشبابية المختارة بعناية يقدموا مجموعة من الحفلات الموسيقية الجبيلة أيضا فيه برضو فيه اهتمام كبير هذا العام يعني بإقامة ورش فنية وثقافية للي يحبوا يعني يستزيدوا من ثقافة هذه الفدون والله يبصحنا بالنسبة لنا حفلة مكتبة سكندرية كل سنة دي حاجة من الحاجات الأساسية في حياتنا حسكندرانية وبدأنا هنا والمكتبة تريدنا من الفين وخمسة يمكن أو الفين وستة فخلاص دي بقيت عادة سنوية بالنسبة لنا كل سنة موراجان الصيف السنة دي عندنا كذا أغنية جديدة فيه تقريبا أربع أو خمس أغاني جداد ما تلعبوش قبل كده فمجاهزينهم لحفلة المكتبة المخصوص هو فيه أغنية اسمها آسف دي جديدة خالص ما عملناش أي مكان فيه أغنية نزلينها اسمها شكرا وفيه أغنية برضو اسمها بقيت غريب ونص الحاجات وأغنية بكلمة اللي هي كانت المسالسل السنيندي المسالسل الهرش السبع فيعني إن شاء الله نستمبسط النهار حقيقة مهرجان الصيفي اللي بيتعمل في مكتبة اسكندرية هو مهرجان متميز جداً بيضم مجموعة كبيرة من المغنيين أو الفنانين المتميزين النهاردة أول يوم الافتساح وبتحضر فرقة مصهر إكباري اللي بيتوحى عدد كبير جداً من الشباب المهرجان بنستنى كل سنة الحقيقة وبيجي عدد كبير جداً من الشباب على مستوى اسكندرية كلها بيضم مجموعة من الفنانين زي عمر خيرت والفنان هاني شنودة ودينا البديدي وإحنا بنستمتع الحقيقة بحضرنا المهرجان الله يا حضرتك أنا مهرجان يعني ما شاء الله ترتيب وتنظيم وجايبين باقة من الفنانين ما شاء الله عليهم يعني وكمان تنظيم برع الدخول وكمان جوه الستيج وكده كل حاجة متنظمة وكويسة النهاردة أول يوم زي ما حداك شايف عارف طبعاً المصار الكباري تقريباً فيش حد من سننا وبيسمعهوش واثر فينا جداً يعني زي ما انت عارف يعني كان يوم بتحسينا قوي موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة من دفتنا أستاذ أسماء عبدالله مصممة الأذياء صباح الورد عليك صباح الورد سيد خلينا في البداية نعرف ليه قررتي اختيار الستايل ده من اللبس تحديدا ماذا معنى ده؟ بصي أنا مقتنعة أن ما فيش ست وحشة مقتنعة أن كل حد فينا ليه حتى أين كان شكل جسمه ليه جمال أو ليه منطقة خاصة به هو طبيعي فما بيجي أبقى موجودة في المحلات كنت بلاقي بنات كتير أو يسنهم صغير عندهم معاناة غير طبيعية في الموضوع ده صح أنا دراستي مش أزياء أنا دراستي تجارة ولكن كان عندي الموهبة دي وعندي حاجات موهبة فنية فأسقلتها بشوية دراسات بقى باترون ودخلت في الستايلينج الستايلينج أكتر وكده فابتديت يعني ألمس الحتة دي لأن دي حتة نفسية جامدة جدا يعني أنت الست بكل المقيس رقم واحد عندها المراية الخارجية وهي مظهرة فبالتالي الحجم أو الشكل الخارجي للشكل الجسم بيأثر جامد جدا في نفسية الست في كل حاجة بقى في حياتها فأكلها في شربها في طريقة تعيشتها في تعاملها مع الناس حتى لو تيجي تختار أصحابها لو تيجي تختار زوج أحيانا مظهرة هو اللي بيفرد عليها تختار إيه أو تاخد المتاح لها صحيح فالجزئة دي أنا لمساها جامد جدا فسنا كمان تدري تقولي ودي نسبة مش قليلة أكتر من 60 أو 70% من السيدات أو البنات الممتلئات القوام زيروا ثقة بالنفس بس عارفة يعني ليدلي أو مؤخرا بقينا نشوف إنه لا يعني في بنات كتيرة قوية عندها ثقة في النفس هي شايفة نفسها كيرفي شايفة نفسها بلاس سايز لايق عليها وحبة نفسها في كل أشكالها ودي حاجة خد جبالك من حاجة كيرفي حاجة والبلس سايز حاجة تانية خالص لنفعش نقول الكيرفي مع البلاس سايز لا 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 كيرفي شيء والبلس سايز شيء تاني كيرفي دي زي الجسم زي من الكتاب نقال عشان تبي فهم يعني الرفع مش زي ما كتاب نقال ما هو أنا عايز أقولك إن البلاس سايز دلوقتي هم حابين يقولوا على نفسهم كيرفي علشان يدوا نفسهم يعني خدعوهم فقالوا لا إحنا نواجه الحقيقة ونتعامل معها ونجملها لا أنا مش كيرفي لا أنا بلاس سايز أنا مليانة بس يعني أشتغل إزاي على نفسي يعني هم بيتحاكوا عليهم البيسي واسع عشان ما يبينش والعكس البيسي ديق عشان ما يخلكيش مليانة لا يا جماعة غلط في دي نسب كل حد بيبقى شكل النسب بتاعت الجسم مختلف مش كل حد مش كل نفس نوع تخت يمشي معاه كل الستيلات أو الانسامبلات اللي انتي بتبقى عاملها لا الدنيا بتختلف كل حد لي مقاييسات معينة في جسمه ووصفات معينة في البطرون أو في الموديلي اللي بتبقى لابساه عشان يبقى شكلها بالشكل ده وتتقبل دي الفكرة طب انتي مع أنه يعني دلوقتي بنشوف بنات كتيرة أنا مش فارق معي الناس يعني شايفة لبسي ازاي أو شايفة شكل ايه أنا عجبني ده هلبسه لايه على جسمي مش لايه أنا عجبني وهلبسه طيب وفيه بنات تانية تقول يعني أنا لازم أراعي شكل جسم جسمي ايه أخطار اللي مناسب للشايف بتاعي ولو مثلا عندي دي فوق أداري معدى ولا معدى بصي احنا لو هنتكلم فيه مثلا بيقولك إيه إلبس اللي إيه كل اللي يعجبك وإلبس اللي على مزاج الناس تحب المظهر بتاعي أو لأ وأنا اللي بجبر للقصادي إنه إنه هو يعجب بالله أنا عملايا أو لأ ها دي الفكرة كونك إنه انت بتعرفي تختاري إيه يتلبس على إيه كستايل لبس كألوان كطبيعة السن والشكل والطبيعة الشيب هم اللي بيقرروا حضرتك تيبقي شكلك عامل إزاي بالنسبة للناس وبعدين كل محبيتي اللي انت بتعملي لنفسك بس يكون مناسب ليك يكون صح اللي قدامك هيكون شايفك بعيني كنتي مش بعينه هو فأنا مقتنعة بإن سيبك بقى من رأي الناس لأ هو اللي المفروض يليق عليكي ويكون حل الناس هتحبه بس مش دايما كل اللي انت شايفاه حباه يليق عليكي فهو بقى ده شغلتنا إحنا بقى طب خليني أعرف قبل ما أدخل في تفاصيل شغلك انت لوقتي كنت تجار فاشتغلت إيه قبل ما تشتغلي في الفاشن والديزاينين وكده أنا كنت موديلية مباعت وإم تبقى كرورتي تعملي الشفت من مديرة مبيعات ليه الفاشن ديزاين أنا كنت بشتغل في شركة انترناشونل وبعدين اللي كان واخد الشركة هنا في مصر من الوكالة بتاعتها برا خلاص كان بيقرر أنه يعمل بقى كارير شفت في حاجة تانية فأنا قلت لأ كفاية شغل بقى عند الناس وخلاص بقى وصلت المرحلة أن أنا لأ محتاجة أعمل حاجة لنفسي وأنا بطبعي حد قيادي بما أنا سهل أقود لكن صعب أن قاد فلا أنا كنت عايزة أقرر دا وأعمل دا فكان قدامي كذا حاجة أنا بحبها بس أكتر حاجة أنا كانت لمساني جدا أنا بحب قوي المظهر يعني أنا أنا معرفش ألبس في بيتي حاجة مش صحة لبس البيت لأ أنا حب أكون أنيقة في بيتي نفس النظام برا فحبت أن أنا أنشر الثقافة دي بين الشريحة اللي ناسي نفسها أصلا في الجزء دي فكذا كان تحدي جامد جدا طب البداية بقى كانت ازاي؟ يعني قررتي هتبدأي النهار دا ازاي؟ بعد ما خدتي الكويسس طبعا وتعلمتي الموضوع في مثل سمان قالوه ابدأ كبير تبدأت العمر الكبير أنا عمري ما بدأت صغير أنا رميت نفسي في بحر كان كبير علي جدا بس أنا يعني اتعلمت العوم في تاتا تاتا لحد مراتي يعني أنا أول ما ابتديت أنا ابتديت بمصنع يعني مش بحاجة صغيرة ابتديت علشان أعمل شيء معين وابتديت في فترة من الفترات كانت قبل الثورة بكم شهر عايزة بسانة بالزبط فابتديت في فترة تقدري تقولي كانت ما فيش حاجة يسمعها بكسايز أو لو كانت موجودة كان ناس معينة في مصر هي اللي كان بتعملها يتعدوا على صوابع الإيدي الأولى ما يكملوهاش وكانت الفكرة في حد ذاتها مش مستثاغة كان كله لابس عبيات كله شقة دي حاجة حاجة تانية ما كانش برضو في حتة الاهتمام بالمواد الخام قوي كان البلد متجهة لحتة الاسترات في كل شيء كان التوركي والفرنساوي والانجليزي والحاجات دي كلها فأنا دخلت كده ورميت نفسي وقلت لأ أنا بحب التحديات طب قول لي فيه ناس بترسم ديزاينز وبتروح لفاشن ديزاينر يعني مفروض ان هو فاشن ديزاينر ويعني ينفذ لها التصميم ده انتي بتشتاري ازاي يعني انتي اللازم تصممي المودال ولا حد بيجي قولك أنا عايز لا أنا ما بشتغلش لحد بعينه لاننا لو شتغلنا بحد بعينه وده حاجة بقى كوتيور بقى بتبقى شريحة تانية وليفل تانية أوه انتي عاملة زي براند أوه أنا عاملة براند بس أنا بشتغل بكل يعني أنا بشكل على مليكان عادي بارسم عادي بقص قماش عادي يعني أنا بقدر اشتغل في كله فأنا بعمل الفكرة أنا دلوقتي ببقى قداني كذا نوع من أنواع الأجسام في نوع التخن نفسه أنا بحب اشتغل على كله بتبقى جايا لي فكرة بعمل حاجة معينة أنا حب ألبس تخن تفاحة حاجة معينة مثلا بعمل حاجة جول بطرون تناسب دي وتناسب كل الناس عشان نقدر كله نلبسها بس هي بتبقى معمولة أصلا عشان الشريحة الجسمية دي أو الشيف ده وهجب طب من وجهة نظرك الصيف دلوقتي احنا في سيزن الصيف وطبعا موضة الصيف كبيرة ووسعة قوي فأقوليلي بالنسبة للبلس سايز انتي شايفة ان الموضة ممكن تكون ايه دلوقتي بوسي هم الموضة دي هم بدقوها في الشتاء اللي فات وكملوها مع الصيف ده السوتس هم سموها السوتس اللي احنا كنا زيبان بنقول عليه البنطلون والكارتجن او الجاكت بتاعها او السوتس دي موضة جامدة جدا 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 الفترة دي زمان كنا دايما بنعمل ايه تحت سادة وفوق ملقوش او العكس صح؟ لا الموضة السنة دي هم خلوها فيها حتة ان انتي تبقى فيها جرأة شوية لا هم عملوها جرأة شوية هم كانوا بيستهدفوا بيها الأجسام اللي زي حضرتك بعدين وسعت منهم بقى فقالك يلا كله لبس يعني كله حتى البلس سايز بقوا بيعملوه بيعملوه بحجام اكبر لان هي خلاص بقت موضة فتمام مشت حلوة قوي وكل الستات بقت تتماشى مع الموضوع بعدين انتي عندك القطعتين مثلا تقدر تلبسي القطعتين مع بعضون فحاجة سادة مقفولة او مفتوح لا والجميل كمان ان هم بيعملوا وان سايز وبيفت بقى كل الأجسام يعني بيمط معاك لا 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 بس هقول لحضرتك على حاجة فكرة البلس سايز دي فكرة فشلة ليه بقى ده مشوفها نكحة جدا يعني انتي ينفع نتكلم بالعرض مثلا واحدة دورانها انشاؤها 140 زي واحدة دورانها انشاؤها 210 هتلبسيها ازاي وفيه بقى قاستك يعني ممكن لا 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 مش صح مش صح ما انتي حضرتك القاستك كل ما تعمليه مش انتي عندك فيه وسط اتمحها تماما فيه عندك اجناب وهنش اتمحوا تماما وبقوا واخدين شكل تاني خالص طب خليني نعلق مع بعض على الصور احنا شايفين دي بوقتي صور عطاقة دي من الديزاين او انا بوسي انا عشيقة للسبورتسوير بحب جدا النظام للسبورتسوير كله او لبس الرياضي او جدا ثواء سويت شيرت او او اوبن جاكت مفتوح للتي شيرت برضو او ترينج على بعضو ودي حاجة مش موجودة في نصر كتير للبلس سايز او انا بحاول بقدر امكان انا اجرقهم في الموضوع ده او بحفزهم بقى يعني هي حتى ممكن لما تنزل فيه لبس الرياضي تقدر تنزل الجام او يعني انتي لانزلتي الجام لما تنزلي اولا ثلاثة اربع ستات البلس سايز في الجام كانوا بيروحوا ياخدوا الترينجات بتاعت جوازاتهم يعني انزلوا يشتروا حاجات من الرجالي وتلبسها وتنزل واحدة تانية وقفة سليم كده بتلعب على الاجهزة او حاجة بس لها عملت بس تقولك يا ربي لو انا عارف ايلاقي حاجة زي كده والسويبانس والحاجات دي فانا خليتي بقى حتى عندها يعني نفس انها تنزل تعمل ده احنا احنا شايفين دلوقتي قاعد في التاني قوللنا برضو بحب قوي انا قدمك برضو السويبانس او الحاجة الرياضية بحب احطهم حاجة كلاسيك او حاجة كجورد في دي شكل حل اعطوك انت عامل كده دلوقتي او او زي لانا لابس انا عامل مكس يعني من الرياضي انا بحب قوي المكسات دي تبقي مختلفة بصي المليانة مختلفة كل الناس ماشيه رفيع وهي واحدة كده الواحدة اللي ماشي بقى شكل معين طب ما تيجي نجملك طب ما تيجي نخليكي مختلفة بالشياكة مش مختلفة عشان فيكي عيب الناس شايفات يعني انا بحاول بقدر الامكان انا اجمل العيب الان انتي بقى تغيري يعني احنا برضو الصحة تاج على رؤوس الاسحاء عشان محدش يطلق لك ايه لا ما هو طبعا مش عيب في الشكل يعني هو عيب للصحة مش اكتر يعني اه طب قولي لي طيب المدل ده ده open risk برضو الفترة اللي فاتت دي طلعت الموضة بتاعت ان انتي تقدري تلبسي القطعة باكتر من شكل فانتي بوك تلبسيها مفتوحة مقفولة يعني ده لو تقفل انتي تقدري بشكل معين تقلبيه عباية للناس اللي هما بيحبوا العبايات او الكافتانات برضو ممكن يبقى كافتان في رمضان لا تديكي نفس الفكرة تمام او ممكن تلبسيها انتي ممكن طرحة او اكسسوار او سابو او شنطة تقلبلك الانسامبل لحاجة ممكن تخلي حاجة سيمبل خالص وسادة خالص لو زودت عليها شوية اكسسورز وحاجات وبتاع وجليتر وبتاع قلب تصواريه ممكن تتلبسيها الصف حاجة سيمبل وما فيهاش اي مشكلة خالص مع شنطة كاجول مع سبيل جيم او حاجة بسيطة لبستيها الصفحة بقت كاجول ممكن تقلبيها سبورتس نفس النظام بالنسبة لحاجة زي انتي تقدري تلبسي ده تقدري تلبسي ده تقدري تلبسي مفتوح بالشكل ده وتخليه كلاسيك شكله لطيف جدا وتقدري تلبسي بعد الدور في اي مناسبة برضو لو غيرتي كسابو او صندل او حاجة فانا بحب قوي ان القطع اللي عندي دي تبملكت عفريقية الدولات بتاعي حتيها بكل حت او انا بحب قوي تتفعي فلوس تستفيدي بيها من الاول الاخر صحيح صحيح طب لو معنا صور برضو تاني او شايفين دلوقتي اوتفت تاني الجنسات عندنا مشكلة كبيرة جدا في الجنسات ما كانوش بيعبلو جنسات للبيك سايز نهائي تكلفة الجنس عالي ولازم تشتغلي في جنس معين لان بتبقى معظم الناس البيك سايز بتبقى عندهم مشكلة في الحرارة بتاعت الجسم فبتبقى محتاجة ان انت تشتغلي في خامة معينة اللي بيها ما تدايقهاش وتقدر تطوعيها انا الجنس ده بنسبالي زي اللي عايش كده في بيوتر مصري بحبه جدا بحب بشتغل عليه جدا بحب بشتغل عليه قوي سبليميشن بشتغل عليه رسم بشتغل عليه بالالماظ بشتغل عليه بايات بعمل كل الاشكال والحاجات اللي تخليها ماشية هي الفرق بينها وبين حاجة كل الستان فرق الحجم بتاعها لكن مجمل هي لعهات سياشيك وانيقة وعندها الموديلات بتاعتها معمولة ببطرونات مختلفة تماما يعني السلس اللي حديك لابسادة انا مدى ما ينفعش الواحدة مليانة احنا ممكن بنعمل حاجات في البطرون تخليه يمشي معاها زي مثلا ناخد مثال بانطلون شالسطون بانطلون شالسطون معمولة عشان رفيعين عشان المليانين نهائي ليه بس بيليق على فكرة المليانين بيليق على البلاس سايز احنا بصي تاني مش كل البلاس سايز احنا انتي بتكلمي برضو ما زلتي مع الفكرة انا ما قولتش كوربي انا قولت البلاس سايز ما قول البلاس سايز بقى تعالي لما نشوف كل ما المنطقة السفلية زادت ما ينفعش معاها الشالسطون نهائي لانتي حضرتك هو المفروض بيجي عند الرجبة بيديق ويرجع يفتح تاني تحت طب انتي هتخبي تاكله ازاي بقى لعبتي انا احنا بنعمل ده يعني احنا بنحاول بقى كان نخليهم ان هما نحسوا ان هما يعني ازاي 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 اي ست هي فيها اختلاف بسيط بس مش عايزين الاختلاف يروح لمنطقة العيب انا هما بيبقوا تخيلين ده انا كل اللي حواليك حتى تدخنتي اغلية لا بس نسبة عندها وعي دلوقتي نسبة عندها وعي مش كل الناس سوشال ميديا كمان يعني ده اكتر حاجة سوشال ميديا لسه فيها التنمر بشكل مش طبيعي لا بس دلوقتي بنات فعلا ثقاتها زادت بسيط ما انا هقولك على حاجة فيه فرق لما تبقي لابسة حلق واحدة تقولك شوفي عاملة ازاي وعملة في نفسها ايه من ان واحدة تانية تقولك ايه ما هو ده بقى سوق اختيارك للمظهر بتاعك واحدة انتي مش حافة تلبسي واحدة تانية تقولك شوفي عاملة ازاي وعملة في نفسها انتي كده ما عجبتيهاش باي مش لازم اعجبها اصلا لا يعني مش لازم خورس لا ما انا هقول لحضرك على حاجة ما احنا بنتفق هنا احنا قلنا ايه في البداية لا سيبك من حكاية مش لازم نعجبها خلينا ماشيين في الواقع افضل نهاردة انتي مظهرك هو المراية بتاعتك اللي بتعكس شكلك في عين الناس فلو انتي مختر تاني بنرجع تاني لحطة بس ايتي صعبة تعجبي كل الناس لا لا مش مطالب مني ان نعجب كل الناس بس انا مطالب مني ابهرك انا خارجة من بيتي ابهرك انا كست دي طب دي التركيبة بتاعتنا طب ولي ما اقولش ان انا عجبني شكلي كده يعني مش فارق معي وبهرك لا 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 وبهرك كمان لا لازم يفرق معي لازم يفرق معي نظرتك لي على فكرة انا حب اشوف اللامة الجميلة دي لما تشوفيني مش انك تنتقدين طب احنا معينا صورة تانية قللنا كده عملت ايه هلا؟ دي من ضمن الحاجات اللي فيها في دلوقتي حاجة في التطريدات اسمها كاثر الماظ بيجيبوا الاز ويكسروه كده ويعملوه بخامات معينة ويلونوه جنجهات الونات بتدي شكل حلو جدا وبتقيم القطعة بطريقة رهيبة بس مش بتمشي على كل انواع القماش لانها بتبقى محطوطة على سيليكون فاحنا بنشتغالها دي منه بتبقى الهندميت بتاعها وانتي بتحطيها على السيليكون نفسه وبعدين انتي بقى بترتبيها او بتزبطيها كشكل دي مش بتتحط على كل القماشة بس انتي عندك القماشة انواع كتير برضو البنطلون الالادن ده موضة بقى له كزا سنة بنحاول بقدر امكاني احنا نلعب في بقى اشكال برضو مختلفة تعرفها المصريات بتبقى الجزء السوفلي دايما عندهم بيبقى فيه او الشرق عموما بيبقى فيه مشاكل هرمونات وولادة والكلام ده منحاول نخفي الحاجات دي كلها ان احنا بس عارفة بيبقى شكل لطيف وزي ما قلتلك برضو انا شغلتي ليكي انك تبقي مبهرة في عيني القصادق برضو مصممة تبهرني طبعا لازم تبهرني هلقيلي على الاوتفت ده ده برضو من الحاجات الرياضية كلنا واحدة صغيرين مين فينا مبتفرجش على الكرتون لحد تبقى انا واحدة من يوسط ده بحب اتفرج على الكرتون فطبعا الجميل بتاعنا كلنا دونالداك وميكيماوس والكلام ده فانا بحاول بقاطة ان كان انا احط لهم الحاجات دي عارفة الحاجات دي لما بتيجي تلبسيها بتديكي سنة اصغر بقى بيبقى في عيني اللي قدامتي او اختيكم لقى الحلاوة دي عارفة انتي فانا عاملها الحاجة زي كده وده دي اقمشة جديدة جدا على الصيف اقمشة دخلة منها القطيفة بس الظهر بتاعها قطان يعني الخارجي بتاعها ما تقدرش تقليبيه على جسمك يسخن لكن هو الظهر بتاعها قطان فده برضو من التكنيكالز الجديدة اللي دخلت في طفرة الخمات فانا عملت حاجة زي كده شكلها لطيف وفي نفس الوقت انسامل مداري حاجات كتيرة جدا برغم من الارضية بتاعته بيضة بس هتلاقي الرسومات اللي فيها كلها اسود فاندرية كل الحاجات اللي انتي مش حابة ان الناس تشوفها طب انت مع انو الالوان الغمقى يعني ان الـ Oversized لازم يلبسوا الوان غمقى علشان تلم الجسم او تقلق ولا بيربسوا الوان مبالا لا لا اخوال بصي مفيش حاجة اسمها انا لازم البس سود او قلبس كحلي او يعني انا نسميها الالوان الغمقى بتاعتهم طولهم دولهم اسمها التابوت الاسود اللي هي الالوان السابتة بتاعتهم الاسود والكحلي والرمادي والبتنجاني وكمان الفران الالوان دي خلاص عفا عليها الزمن بين الفاتح والغامق تابع مناطق جسمك يعني كل مثلا من المنطقة سي مثلا ناخد تخن التفاعل ان ده من يعني من اكتر انواع التخن اللي بتاعتنا احنا نفسنا في الـ designs اللي هو بيبقى الجزء اللي فوق كله ممتلق قدام وورا دي ممكن ندخل اللي غامق فيها اكتر بشكل معين وينفتح من تحت او حاجة فده بيدي حجم اقل بس مش شرط ان انت تلبسي غامق كله وفتح كله دايما نعملي بس يعني فيه ناس بتبقى حابة انها لأ انا حابة ان انا ألبس غوامق وافتح هنا بقى دي خلاص استنب التفكير ما بتقدريش تعدليهم فممكن ان انت تدخلي الاكسسوار الترحة حاجة في رجلك بتاع كده تبقى حاجات بسيطة بس انا مش معا ان انت تلبسي غوامق خالص بالعكس الفواته حتى بتديكي حياة تديكي سنة طبعا طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اسماء عبدالله ومصممة أذياء البلاس سايز بشكرك شكرا جزيلا مشاهدين خلصت فقرتنا الاولى فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فقراتنا استنونا اهلا بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا التانية والاخيرة يوم واحد بيفصلنا عن بداية الاوكازيون الصيفي والكثير مننا بيستنى كل سنة علشان يقدر يجيب كل اللي بيحتاجه من الملابس الصيفية اللي بتتمتع طبعا او بتتمتع بجودة عالية وتكون في نفس الوقت بسعر مناسب ايه يا مميزات الاوكازيون السنة دي وزي اقدر استفيد منه ومن خصوماته وفي نفس الوقت ادمن حقي كل ده اكتر هنعرفه من ضفتنا اللي منورونا الاستاذة سماح هيكل عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية في او عن شعبة الملابس الجهزة صباح الوردة على حضرتك اهلا بيك اهلا بيك طبعا الاوكازيون هيبتدي يوم سبعة عايزين اعرف بقى هيستمر الحدات دي اوكي او الاوكازيون هيبدأ من سبعة تمانية اللي هو يوم الاثنين بكرة ان شاء الله ان شاء الله هيقعد لمدة شهر ولكل محل المفروض اسبوعين وبعد كده بعد الشهر ما ينتهي بيبقى فيه فترة تصفيات يعني احنا معينا شهر الاوكازيون هيبقى مستمر معينا ان شاء الله اوكي طيب في حالة وجود بقى اقبال على الاوكازيون هل ممكن ساعتها بقى يعني الناس تستغل ده مثلا وتغلي الاسعار لا مفيش كده خالص وما ينفعش يحصل ده لان فيه رقابة رقابة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز الرقابي اللي موجود بيروح يتابع ويرائب كل المحلات المشاركة في الاوكازيون يشوف العروض اللي عاملينها عروض حقيقية ولا لا هالاسعار ده وهمية او عاملين اي تغفضات بشكل مبالغ فيه ومتكونش حقيقية ولا لا لان كل محل علشان يشارك في الاوكازيون لازم بيكون بياناته كلها كاملة في وزارة التموين والتجارة الداخلية اي حد من اصحاب المحلات او الشركات عايز يشارك في الاوكازيون لازم يتقدم باستمارة بيملاها لأقرب مدرية طبعة لوزارة التموين طبعة لدائرته وبياخد الموافقة والترخيص او التصريح وهو واقف ما بيخدش منه وقت فبالتالي بتبقى بياناته كلها موجودة وبعدين رقابة تبقى طول الوقت من اول يوم في الاوكازيون لاخر يوم في الاوكازيون كل شوية فيه متابعة عشان يشوفوا لو فيه مشاكل حد حاطت عروض وهمية ولها شروط كمان يعني مش اي حد ممكن يقول انا داخل الاوكازيون كده مع نفسه ويعمل تقفضات مع نفسه لازم بيبقى الموضوع عن طريق جهات رسمية من خلال وزارة ان شاء الله طيب ولو حد مثلا لاحظ ان فيه حاجة وهمية او لاحظ ان فيه بائع مثلا بيتصرف اي تصرف مش كويس يعني يقدر يبلغ عنه زي طبعا جهاز حماية المستهلك يقدر من خلال الخط الساخن ومن خلال الجهاز الرقابي في وزارة التموين والتجارة الداخلية بيتصل وبيقدم شكوا بس اهم حاجة يبقى عنده برضو لو عنده مشكلة في منتج عايز يرجعه مش عارف او حصل فيه مشكلة لازم يحتفظ بفاتورة الشراء لانها دي اللي بتضمن له حق ده شهرت اساسي طبعا طيب في حالة بقى ان فيه برضو اقبال الشديد هنقدر نطول نميد مدة الاوكازيون لا ما ينفعش هو شهر ويتلحقه لا هو الموضوع مش كده يعني احنا دلوقتي في نهاية سيزن نهاية سيزن الصيف المنتجات الشتوية تم تصنيعها خلاص وتم انتاجها وموجودة في المخازن المفروض بيتم التعاقد عليها بالنسبة للملابس الحريمي ورجالي في شهر تسعة وعشرة وبالنسبة لاطفال شهر تمانية اللي احنا فيه بيتم التعاقد على الشغل بتاع الشتاة لعشرين اربعة وعشرين ان شاء الله ان شاء الله بالنسبة لاطفال ده كجملة لكن الملابس بتنزل الشتوية بتنزل في نوفمبر فبالتالي احنا الفترة دي بتبقى فترة استعداد للموسم الشتوي فما فيش مجال هو لما يبقى فيه فترة اوكازيون مدتها شهر وبعد كده بيبقى فيه شهر تاني تصفيات يعني من سبعة تمانية لسبعة تسعة يبقى شهر الاوكازيون وبعدين من سبعة تسعة لسبعة عشر يبقى شهر تاني وبعد كده خلاص بينزل الشتوي فما فيش مجال ان حد يمد هيمد بيروح فين صحيح ولو هينزل هينزل المنتجات الشتوية على طول اوكي طب نقدر نقول ان الاوكازيون موجود في الكاهرة بس ولا في كل المحافظات لا في كل المحافظات اي محل في الجمهورية عايز يشارك يقدر زي ما قلت الحكي يتوجه لاي مديرية او اقرب مديرية طبعا ليه ويبتدي يقدم طلب وبالتالي هو يقدر يشارك فالاوكازيون على مستوى الجمهورية اوكي طب عدد المشاركين بيكون مثلا في رينج قد ايه ويعني زي ما قلنا حرك لو حد حابب يشارك بيتقدم بطالب ده لازم يكون قابل الاوكازيون بقد ايه لا مش لازم قابل الاوكازيون ممكن في اسناء الاوكازيون ما هو شغال عادي اول يوم تاني يوم براحته احنا تقريبا العدد المتوسط اللي احنا المتوسط للمشاركة في الاوكازيون حوالي 4000 محل وقابل للزيادة لان المحلات والشركات متعطشة لموضوع الاوكازيون فانا شايفة من خلال الواقع اللي انا شايفان المحلات كتير بدأت الاوكازيون قبل معاده الرسمي فانا اتوقع ان العدد ده يبقى ضعف ان شاء الله ان شاء الله طب عايزين نتكلم بالنسبة للباقع بقى ايه مميزات اللي ممكن هو يحس بيها لو شارك في الاوكازيون يعني نقوله كده انت هتستفاد بكذا المحل لما يشارك في الاوكازيون هيستفاد اول حاجة دعاية مجانية دعاية مجانية بتتعامل من خلال كل وسائل الاعلام سواء كانت مسموعة او مرئية او مقروقة بيتقال ان فيه اوكازيون واللي هيشترك في الاوكازيون او هيشارك في الاوكازيون لازم بيحط علامة يقول ان هو مشارك بيحط يا اما كلمة اوكازيون على الازاز او يحط سيل فبالتالي وطبعا حالك عارفة بتبقى باللون الاحمر فكل المحلات بتتزاين باللون الاحمر فهو كده كده بالنسبة له عمل لنفسه دعاية مجانية ان الناس بتجيله مجرد ان هو حاطت لافتة ان هو مشارك في الاوكازيون فكل الناس ما بتخشش غير المحلات دي في الوقت ده لان كل واحد عايز ياخد العروض المقدمة وعايز ياخد تقفضات كويسة فبالتالي مش هيتوجه لأي محل مش حاطت عروض دي اول نقطة النقطة التانية بخصوص الموضوع ده صاحب المحل لو هو عايز يشارك لازم يحط السعر قبل وبعد يعني ده شرط على فكرة ان هو يكون حاط السعر قبل التقفيد والسعر بعد التقفيد يبقى مكتوب على الكارت الصنف اللي موجودة على القطعة وده شرط من الشروط المهمة جدا طيب حرك لو توضح لنا كده الشروط عمتا بتبقى ايه؟ الشروط بالنسبة لصاحب المحل اللي عايز يشارك اول حاجة لازم يبقى شغله موسك وشغله قانوني لازم يبقى عنده بطاقة ضربية وسجل تجاري لانه هو هيتوجه لوزارة التموين والتجارة الداخلية فلازم هيتقدم بورق مصبوط دي اول حاجة شرط من الشروط ان هو يحط الاسعار قبل وبعد ده مهم جدا ولو ما عملش كده يبقى هو مخالف وبيتعرض للغرامة لازم يطلع فطورة لازم يلتزم بالشروط وطبعا ان هو يقدم عروض حقيقية مش عروض وهمية لانه في حالة ان يقدم اي عرض وهمي ويخالف الشروط الموضوعة للقصة دي ممكن يدفع غرامة توصل لحد اثنين مليون جنيه يا دي غرامة كبيرة جدا بتوصل لثنين مليون جنيه وفي حبس كمان حسب العقوبة بس خلينا نتكلم في الغرامة الغرامة ممكن توصل لثنين مليون طب يعني ايه الغرامة اثنين مليون بتطبق على ايه لما يخالف ايبزق او لما يعمل ايبزق ايانيها تفاصيل كتير يعني ممكن واحد يقول انا مشاركة لكن هو مش مشارك ممكن واحد يحط اسعار عالية جدا ولكن ده مش سعر القطع الحقيقي بعيد عن الاوكازيون وهو برضو مش من مصلحة ان هو يعمل حاجة زي كده لان المخزون عنده هيبقى كتير وهو كده داخل على سيزن شتوي فمحتاج ان هو يعمل سيولة من خلال ان هو يبيع المنتجات الموجودة عنده عشان يقدر يشتري منتجات شتوية جديدة وبعدين معظم المحلات بتتعامل مع مصانع كتير متشابهة فما ينفعش محل يكون مشارك في الاوكازيون والتاني جنبه مشارك في الاوكازيون هو ده حاطت عرض وهني والتاني حاطت عرض حقيقي فانا مثلا كمستهلك لو دخلت محل محلين جنب بعض او بلف بتفرج اشتريت من محل بيقول ان هو عامل عروض حقيقية واشتريت قطع عليها مثلا 50% جيت اتفرجت شوية لقيت نفس القطع موجودة في محل تاني بسعر اعلى او بسعر اقل هتطر ان انا ساعتها اشوف لا لو سعر اعلى خلاص انا كده استفدت ان ده عرض حقيقي لو سعر اقل يبقى هو ضحك علي عامل عرض وهم عامل عرض وهم طب هو بيحدد نسبة العرض ده على اساس ايه يعني هو بيختارها ازاي على اساس المخزون اولا الاوكازيون اختياري وليس اجباري احنا ببنكبرش المحلات انها تشارك فيه لان انا بتكلم في نسبة بتكلم في حوالي 4000 محل ممكن يشاركوا اكتر كمان واحنا عندنا المحلات في جمهورية مصر عربية اكتر من كده بكتير فده اختياري هو لو عايز يشارك مش عايز براحته بيحدد ازاي نسبة التخفيض كل ما المخزون عنده بيزيد وبيكتر بالنسبة للمونتجات الموجودة عنده كل ما بيحط نسبة قسم وارتفع كل ما بيبتدي يقل بيبقى نسبة التخفيضات متفاوتة ولكن بتكون اقل بكتير لكن احنا عندنا التخفيضات معدية 70% لحد دلوقتي خصوصا ان في محلات كتير قوي بدأت الاوكازيون قبل ما عادوا الرسم اوكي طيب يعني هل ممكن نشوف بقى يعني ملابس صيفي بس ولا نقدر نشوف مثلا نشيط ونشوف حاجات كده دمي سيزان يعني لا مفيش ده يبقى ملابس صيفي بس والاوكازيون على الملابس الصيفي بس لان زي ما بيقول لحضرتك ان خلاص كلها شهرين او اقل من شهرين وتبتدي بقى المحلات تنزل الموسم الجديد في المحلات طب قوليلي يعني السيل ممكن يوصل لكام في المية يعني اعلى رقم كده لحد دلوقتي عدى السبعين في المية اوكي لحد دلوقتي ليه انا بقول كده الاوكازيون المفروضة هيبدأ بكرة ولكن ان في محلات بدأت وحطت نسبة تغفضات عالية والتغفضات عدت السبعين في المية بالفعل اوكي يعني عدت السبعين في المية ده يعني رقم عالي اوى اوى وعروض حقيقية وانا نزلت تجولت بنفسي وتفرجت وشوفت ودخلت وتأكدت انها عروض حقيقية ما في المية والمحلات متعطشة ان الناس تروح تشتري وانا بشجع الناس كلها انها تروح تشتري اولا فرصة كويسة جدا للناس اللي ما بتشتريش طول السيزون يجي يشتري في الاوكازيون بقولهم انسلوا اشتروا ليكم والاولادكم اشتريوا حاجات ممكن تنفعكم السيزون الجاي كمان ودي فرصة كويسة لان الاسعار دي مش هتتكرر تاني اكيد طبعا يعني هي بتجي كده زي مرة بسضبط الاسعار مش قادر اقول لها حركة الفستان الحريمي بيبدأ من 100 جنيه لأ دا احنا نروح بقى بسضبط كده حقيقي بانترون جينس ب150 جنيه رجالي القميس البدلة الرجالي ب100 جنيه والخامات في ناس لما بتسمع الاركام دي بتخاف من الخامات خامات عالية الجودة وزي ما بقول برضو المستهلك ما يقلقش وما يخافش خالص يروح ويتفرج وينزل ويشتري وهو هيشوف ويقارن هيعرف ان كانت الخامات دي كويسة او لا لأ بس لا هي كلها خامات كويسة والحاجات كلها كويسة جدا وزي ما بقولت لحضرتك ان الاسعار رخيصة جدا وفي متناول الجميع ودي فرصة يمكن فترة الرقود اللي احنا مرينا بيها بسبب الامتحانات والاعياد والمواطن بقى يحط الاولوية بالنسباله المواد الغذائية والدروس الخصوصية وبعض المصاريف الخاصة بالمدارس وكده فهو بالنسباله الملابس يعني واخدع مش واخدع حظها معاه قوي او لانه بيشوف ان فيه اولويات مثلا بالضبط فبالتالت حطت عروض كويسة جدا المستفاد المستهلك قبل ما يكون المستفاد صاحب المحال بالضبط فهما الاثنين مستفدين وانا بشجع الناس كلها انها تروح تنزل وتشتري وما تضيعش فرصة الاوكازيون لانها ممكن ما تتكررش بنفس القيمة حقيقة احنا طبعا بنشجع الناس بتضم صوتنا طبعا لصوت حضرتك وبنشكر حريك شكرا جزيلا لنورتينا وفصيل زوء حضرتك واستاذة سماح هيك العوض مجلس ادارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجهزة بشكرك شكرا جزيلا وشاهدينا خلصت حلقاتنا النهاردة استدونا بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد اشتركوا في القناة